سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد وقارن بيكون فيديو جديد الفيديو ده سريع جدا جاي اقول لك فيه ان انت ازاي تقدر تحزف جميع برامج ادوبي وتنظف جهازك تماما من برامج ادوبي يعني لو انت حملت مثل البرنامج اا ادوبي اا كلاود كرياتيف وطبعا البرنامج ده انت عارف حتى لو انت حزفته تمام او حزفت اي برنامج من ادوبي وحبيت ان انت تنظف جهازك تماما من اي برنامج ادوبي للازف الطريقة التقلادية مش هتشلك يعني مش هتشلك عندك البرنامج ده وهتلاقي عندك فبعض الاحيان شغال عندك في الخلفية يعني لو تجيت هنا عندك على في بعض الاحيان هتلاقي عندك شغال في الخلفية معنى كده ان هو ما تحزفش بالكامل. انا بقى في الفيديو ده جاي اقول لك ان انت ازاي تقدر تمحي برامج ادوبي من على جهازك بالكامل وما يكونش حتى فيه ملف واحد متعلق ببرنامج ادوبي على جهازك. وده اللي النهاردة ان شاء الله هتكلم عنه. بص يا سيدي اول حاجة هتروح عندك على الرابط الموجود تحت في الوصف. هسيبه لك هنا هتخش عندك عليه. بعد ما تخش عليه هاته هنا. يعني هنا طبعا هتروح جاية هنا عندك على. طبعا هنا هتختار تمام? بعد كنت هتروح هنا جاية عندك مختار يعني هتنزل عندك تحت في الاسفل كده هو. هتنزل هنا عندك تختار عندك بالمنظر ده. اول لما تدوس عندك على ده والنودة تحمل عندك البرنامج اللي حجمه حوالي تمانية ميجابيت. هروح جاي يعني عليه كده حفظه اروح جاي فتحه بالمنظر ده زي ما انت شايف. اول لما افتحه طبعا هيظر زي ما انت شايف دلوقتي بيقول لك اختار اللغة. تمام? طبعا هو يفتح عندك عن طريق فانت طبعا هتقول له انا عايز اللغة الانجليزية لان انا بفهمش اليابان. فبالتالي ادوس هنا عندي على حرف ال اي ويفضل طبعا يكون اللغة اا يعني الكبورد بتاعك باللغة الانجليزية. تمام? هختار هنا عندي حرف ال اي. بعد كده راح هنا جاي عندي على او. هنا طبعا بيقول لي اقرأ الشروط. الشروط بتاعتك حلوة وتمام وبسيم سيم. اذا هتروح جاي عندك هنا. اللي هو حرف ال واي. بالمنظر ده كده. اللي هو بداية حرف تمام? هتروح جاي عندك على وبعد كده طبعا هنا بيقول لك ان انت حابب تشيل ايه من عندك? طبعا انت عشان حابب تشيل كل برامج ادوبي فهتختار عندك هنا رقم واحد. على طول بشكل مباشر. لو انت حابب تشيل حاجة محددة ازا هتختار عندك من هناو. مسلا بقول لك رقم اتنين ادوبي فلاش بلاير اا رقم تلاتة اا اللي هو كل برامج اللي هي الاصدارات دي فيما اقل فامني وهكزا. فانت حابب تشيل كل شيء. تنظف جهازك بالكامل. حتى من البرامج اللي هي المساعدة وكل حاجة. يعني تنظف جهازك بالكامل. ازا هتدوس عندك على رقم واحد. ثم هتدوس هنا عندك على وبعد كده طبعا هنا هتروح جاية عندك مختار اللي هو رقم تلاتة هنا طبعا بيقول لك طبعا هنا هتقول له ايه اللي هو يعني تمام انت هتنظف كل شيء. فتروح هنا جاية دايس عندك على تلاتة. بالمنظر ده كده اللي هو رقم تلاتة. تروح جاية دايس هنا عندك على وبعد كده تدوس هنا عندك عليس مرة تانية. وبعد كده طبعا هتنتظر بيقول لك تمام? يعني يعني الحد ما يخلص. وبعد كده طبعا بعد ما يخلص هو طبعا سريع جدا. هنأقول لك ان انت تمام? عشان انت ايه? ان انت كده خلاص خلاص. تروح جيدة سانية عندك على وكده خلاص يا معلم كده انت شيلت كل برامج ادوي من على جهازك. بص يعني عايز اقول لك ولا برنامج ولا خدمة ولا ولا حاجة هتلاقيها عندك على جهازك متعلقة بادوبي. حتى لو انا رحت هنا عندي يعني افتراضا هنا عندي رحت على مسلا يعني نقول يا سيدي مش في نروح مسلا هنا عندي على سي. تمام? زي ما انت شايف. رحت هنا مسلا عندي على هتلاقي هنا عندك مفيش ادوبي اصلا. ده فقط فيامني ده اللي هو اللي ايه? يعني مجرد ملف. بس فاضي مفيش اي حاجة. اقدر بكل سهولة اجي عليه. حسف. بص حتى الملف هتلاقي نفسه ان هو ايه? حجمه مفيش حجم مجرد ان انا اشيله. بس خلاص اتشالي عم فيه انا قسف. خلاص كده انتهى الموضوع. انت كده ما عندكش ولا ملف متعلق بادوب تاني على جهازك اه? نفس الفكرة هنا بص. مفيش مفيش ملفات اطلاقا. فقط اسم الفولدر. اسم الفولدر ممكن تحزفه. مفوش حاجة اصلا. فيامني زيرو بيت. فيامني اللي هو مفوش اصلا شيء. بس خلاص ده كان الفيديو. واشوفكم حان خير بابيزنا للفيديو الجاي ومع السلامة.